بعد ما صار النطق بالقرار التحكيمي من المحكمة الرياضية الكناس فما بارشة شدوا جذبه فما بارشة ما فهموش بارشة خلطة بارشة خلطة ولخطة معناتها وحاجة عادية لأنه أولا الموضوع مهم وثاني حاجة لحالات التطبيق متع الفاسة وخمسين في كورة اليد التونسية وحتى في بقية الجامعات منشيوا ليش ديما وبالتالي حاجة عادية جدا أنه يقع بعض اللخط والخلط خاصة من غير المختصين في القانون وحنا وقت عملنا للتوضيح هذاك بطلب من المكتب الجامعي لجامعة تونسية لكورة اليد وموجودين اليوم لنا متابعة للتوضيح أكثر تفاصيل في نفس الإطار هذائي وبالتالي الشكر متع سيد أحمد جملو إلا تأكيد أنه نحترم شخصه ونتمانيه بالتوفيق في مسار المهني هو حاجة عادية جدا لأنه الصراع ما هو شي شخصي وأنه ما صراع قانوني لا معنا بكل عفوة واحترام في مسيرة طويلة لسيد أحمد جملو واضح ممتاز به ندخلوا مباشرة أنتم في صلب الموضوع هل أنه متر عندكم القرار معلل أو لا؟ عندكم حيثيات القرار أو لا؟ لا وهذه حاجة عادية جدا لأنه حتى الأستاذ حازم يعرف في النزاعات حتى متع الحق العام الإدارية أو العدلية يقول لك القاضي حجزت القضية المفاوضة بصحب الحكم يمكن أن تذهب إلى نهاب الفلاني كان المنطوق هل تم رفض المطلب تم قابول المطلب ثم بعدين فم مدة عادية تأخذها المحكمة بصفة عامة أو حتى هيئة التحكيم الرياضي أو حتى الليجان القضائية في الهيئة الجامعية لجنة الاستيناف لجنة التأديب لتلخيص هذا القرار وإبراس حيثياته بكل دقة وبالتالي نحن عنا منطق طب تقريب عشرة يام أو حديش من يوم من اللي ستم إعلامنا به نستنعه في تحييط الكناز ونحن بيدنا على أحد من الجمر في انتظاره معنا معنا حتى مانع ومعنا حتى مصلحة أنه يتوخن خاصة مسئلة أخرى المهمة سي مهدي أنه راهوا المحكمة الرياضية والهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي راهوا المحاكمين فيها هما يأم محامين وإلا قوضات وإلا السادة الجامعين اللي عندهم دراية بالمجال الرياضي وعندهم خبرة اللي تقل عن 15 سنة وزيدهما متطوعي ما همش في إطار مهمهم يعني المحكمة مثلا قاضي قاضي يخلص معنا إلا مجال الشك فيهم لا أبار الكفاءة يجب أن نقدر عنصر التطوع في أنه كل قرار يصدر عادي أنه فيما مدة محترمة ولا عادية حسب تقديرنا نحن بتبع ما بين النطق وما بين التحييط همش متفرغي همش متفرغي همش عندهم مهام أخرى وإحنا وقت اللي يجي القرار مرحبا بي يعطيك الصحة ونصور هنا الطرف المقابل هو اللي يهمه أكثر الحيثيات القرار بش يعرف شنية الخطوة الجاية النجم يعملها في النقطة هذه أستاذ شنون نجم يحلقوا على تأخر معناها وصول الحيثيات هل الطرفين؟ هو نجمه يستعجله معناها المسألة هذه الطرف الأحرص يتقدم مطلب في تلخيص القرار وغيره معناها باش نتحصلوا على أقل كما كان يخرج منطوق في عوض يكتفيه باش يقول راهو عدم اختصاص الجمعات فيه فقط أي يقول عدم اختصاص هذي وراهو الاختصاص يرجع لل مثلا لجنة الاستئناف وإلا اللجنة الاتحاد الأفريقي على أقل ومبعد خلي معناها يلخص في عقل أما قعدنا أحنا معناها وريمو معناها في ما نجموش حتى نعلقوا اليوم كما شفت الأستاذ ومرحبا بيه مرة أخرى قلت له باهي بالنسبة لللي قلت وانا الجمعة اللي فاتت شفت وقالي شفت قلت له انت اليوم باش تنقل موقف الجامعة احنا مبدئيا نتناقشوا على قرار قدامنا اليوم انت عندك موقف متاع الجامعة واليوم انا باقي متمسك بموقفي متاع الجمعة اللي فاتت معناها مبدئيا يكون عنا القرار باش نقدموا حتى الاضافة للسيدة المشاهدين أكثر من اللي يقعد مجرد معناها هكا نتبادلوا كما اقولوا والرأي القانوني كل واحد منشير لا احنا طب باش نحكيوا في الاصل باش نحكيوا في تجريح المحكم وكل اما معناش فريمو الحايفيات اللي باش نفهموا علاش ما حكمتش في الاصل معناش لعدم الاختصاص هو بقى حاجة حابيت نزيد نأكد عليها فضل احنا تناولنا الموضوع هذا الحصة اللي فاتت والحصة هاداي والموضوع هاداي على قدر كبير من الاهمية ويستحق حتى اكثر منها علاش على خاطر عنده تابعات مهمة واختيرة ياسر تعرفوا السيد احمد الجمل هو معناها كفاءة مشهود بها في كرة اليد ناس كل غير تشهد بهذا بالضبط ومعناه دليل على ذلك كونه متواجد في اغلب مكاتب الجامعي ومايمثالش كان روحه رأوا فما برشا ناس حاول احمد الجمل اللي يخدموا اليوم في الجامعة وخدموا قبل يعني هو يمثل نفسه ويمثل غيره الناس اللي عندها فيه ثيقة ولي دعمته هذاك علاش كما قلنا رأوا ديما موجود في كل القايمة ثاني دوق انت كي بش تسقط عضويته يعني بش تقصي احمد الجمل ومن حاوله من ناحية اخرى ماذا من حاوله؟ يخي العضو في مكتب الجامع معاها اعظاه في الظل؟ ليس اعظاه في الظل تو سمعني ماذا من معه؟ مو يمثل نفسه مسألة واضحة مثلا انتخابات ناس جمعت بش تكون قايمة كون قايمة انا مثلا حازي مصوري كونت قايمة معك انتي كل واحد عنده الناس اللي يثق فيهم ونسط الناس اللي تخدم معه هو يعرفه ليس الانديا لا نحكيه على الناس اللي يكونوا مع بعضهم المكتب الجامعي ولا اللي هما مترشحين بش يخدموا فيها هيكل اخر نهارة تلي نتنحى انا بطبيعة من باب حتى التضامن كيفاش انا بش نخدم معه مكتب جامعي اللي هو تسبب فيها كواك ما عنديش حتى معلومات اما يعني من حيث المبدأت نجمة تصيب بأسير حاجة اخرى صغيرة كنا كنا علي مثله سيد احمد الجمل ومن حوله وثانيا على التابعات الانتخابية خاطر تعرفوا اللي تصلت عليها عقوبة ما عندوش الحق يترشح انتخابات القادمة اللي هي نورمال موضمي الفاندكات دوك مسألة كيما قلت لك تستحق مهمة وتستحق مش نحكيه عليها ماذاك عليش يهمنا بش يكون القرار هذا في طريقي والنجم ونحكيه زادة والاستير معانا نجم يتفاعل معانا تفاضل الاستير والتفاعل صغير معانا اللي قاله والاستير حازم اولا القرار وتمنجيه بعد مش نفصله حيثياته تابعاته واسبابه التخذ باجماع عضاء المكتب الجامعي دون تحفظ او اعتراض وبالتالي سيد احمد الجمل مثلا حتى عضو من عضاء المكتب الجامعي قال عندو الحق يعمل الي عمد اذا من ناحية اولى من ناحية ثانية منذ اتخاذ القرار الى يوم الناس هذا ولا اعتقد ان يقع خلافه في المستقبل على دي على الاقل رأي الشخصي انه مش تتبع استقالات من اعضاء ربيطات ولا من ديانا ولا من ادارة التحكيم ولا من ادارة الفنية الوطنية وبالتالي هو اجراء تأديبي فردي شمال كان سيد احمد الجمل لأسباب موضوعية وقانونية وما عنده حتى طبعة شخصية عليش انا قول نعاود نقول تأكيدنا الاحترام من الكل شخصه بما فيه ما انا نحترم احترام كبير والمسألة الاخرى اللي قلت عليها استاذ التلخيص كيفاش يجي معناها انه يقولون انه على الاقل يكون مختصر انتي تعرف انه التلخيص المحاكم ولا الهيئات القضائية الرياضية ولا الهيئات التحكمية كو سواء في التحكم التجاري ولا في التحكم الرياض يجي دفعة واحدة يجينا قرار كامل ما نجمش يكون التلخيص ولا التحييث مجزئ على جسئين ولا تلا نستنعوه يجينا بأمتي هي يكون افضل عندك تعليق عنك نقول فيه نتعدى المحور الاخر من الانتخابات الانتخابات يعني انا كان هناك صفوين شامخ المحام ينسى المعليم التبيع اللي كان ينوب سيد احمد جمال يقول راوه ما عارش اذا كان عندك علم طبعا في الموضوع لا تبعت الحصة اللي كان لسته صفوين ولا يقول راوه فما كيستيونير تعمله سيد احمد جمال هل لديك نواية انتخابية معناها في الفدراسيون هذي اذا نعمل تأويلات وتأويلات مثلا اخي يقول لك انا عضو ازادة عندي كما قال الستاذ عندي رغباتي الاهداف الانتخابية لا يزي تقصيني لا يزي القرار ما عنديش لا يزي كده معناها نعرش كيفش نجمو تجاوب انتوما صرتو على الاتهامات المواجهة الجامعة انو يمكن دخلة السباق الانتخابي في اللعبة النقطة الاولى انو النص القانوني هو نص سابق الوضع والاستاذ يعرف فصل 56 ما حطوش لمكتب الجامعي هذا ولا لي قبل معناها موجود من قصد والذي بالشي يطبق عليه الفصل هذية والذي يخلي يروحه الحال انو يوصل يطبق عليه الفصل هذية يكون يعرف مسبقا انو فصل 41 من الاستاتيو الجامعة يقول من جملة شروط الترشح انو ما تكونش عندك عقوبة تأديبية لمدة نيابية واحدة معناها موجود حق الى الابد هذا النص سابق الوضع اثار القانونية للقرار ما تتحمل هيش الجامعة يتحملها حسب رائعنا الانسان قال لي حتى روحه في موضع انو الفصل 56 يطبق عليه هذا واحد اثنين والاهم المسألة هي اطبحت في المحكمة الرياضية في التقارير وحتى في حصة جلسة المرافعة والمحظر اللي تعمل محظر السماع وتونجيرهم بعض بكل جزئياته اللي تعمل سيد احمد الجمل قبل اتخاذ القرار وكان احد الاسباب التي ارتكز عليه المكتب الجامعي لاتخاذ قراره هو سيد احمد الجمل قال انا ما نحبش انترشح وطلب من سي وليد العوجي بصيفته ومش فقط مدير ايديه ولكن مقرر اللجنة اللي تولت فقط سماعه هو انو يدوله انو ما عنده حتى نية للترشح للانتخابات القادمة يعني هذا السؤال وننأكد وننسطر عليها خمس اسطورة هو القرار من المكتب الجامعي تم تحيثه بخمسة مراجع منهم المرجع هذا محظر جلسة السماع للمعني بالأمر من طرف اللجنة الجامعية مفاوضة بتاريخ 23 اكتوبر 2023 قبل يوم من تاريخ اجتماع المكتب الجامعي الذي اتخذ فيه القرار الرسم كان ما استظهر سيد احمد جمال بمراسلة صادرة عن الرئيس السابق للجامع والتي اجبر بعدها حسبه هو على تقديم استقالاته من المكتب الجامعي سابقا مؤكدا انه ليست له نية في الترشح للانتخابات القادمة للجامع بصفته رئيسا القائمة جاوب واحده معناها فماش حاطسهين معناها سيد احمد جمال كان قاعد قال امراني ما نحبش انتخب هو ما زون اخوه في المحذر الكل ما جواه كان في النقطة ضي اعتبه انه بالشكلين تغيب ما بين المحذر و لا نصطيتنا ما ليس على الاستغراب لانه كانوا فم با concerها نقصا المهم انتى تؤكد اناتى الانتخابات مش ما وضوعنا ما كانش فيها حتى تأثير على مقرأ هو فسطة خمسين يحكي على الغيابة الغيابة متكر كنتي كيجبته بشي وضح موخه بشي دافع نفسه في خصوص الغيابة هو تلب ذلك ثم بعد قال انا ما قلتش و انا ما معطيتش هذلك وهذا موثق عندك معناه استاذ هاو تقول انت قبيلا تحكي عن حبيتك هاو استاذ احمد جمال هو نفسه محبش يترشح قال ما نعرش كان هذا مضمن هو مضمن على الوثائق ما لا تصريح متاع وليد العوجي ما هو ذلك تصريح على الشرف اذا كان هو مضمن بمحذر الجلس عليش يعمل في تصريح على شرف وليد العوجي ما هو مضمن ما هو الموضوع ما هو الموضوع يعني قلت لك الطعن من جملة مستندات طعن في الكناس قال له المحذر متاع جلسة السامع بأمته وهذا حاجة مهم غير عديد التصريحات والأقوال اللي قالها سيد احمد جمال في الجلسة يعني عبارة نلخصه شوية عبارة انه الصيغة اللي دخلت للمكتب الجامعي نهار 24 مش يأخذ القرار ما كانتش نفس المحتوى في عديد النقاط ما ولينا نحنا في الرد متاعنا على عريث الطعن من جملة المرفقات وليس وليد العوجي بصفته مقرراً لتلك اللجنة حط الكلام هذي قام لتصريحة قال راني السيد هو هو اللي قالي وأنا راني كتبت هكاكة بناء على طلبه ومعديش علاقة بالموضوع احنا سيساسي مهدي بيش نقصه نزيع هزينا في الكناس في الجلسة الثانية هزينا البلوك نوت كامي لان اللي لاهي بيسي والد العوجي ويكتب فيه محاضم جلسات اللي جينا اللي يحظى فيهم الكل والمكتب الجامعي ولجنة السمع وعاينة المحكمة رياضية بنفسها أن المحتوى بشكل عام اللي تقال في تكتب كبريون هو نفسه اللي تحط في القراء ما تبدل فيه حتى شيء هذي تحط بصفة رسمية في الكناس ما هوش كلامي انا وهذه حاجة مهمة لانه هما جمحوا حتى فيه محتويات المحظر الاخر وقالوا الكلام موش نفسه طوقي موش صحيح سيحمادي هاني جيتك فاقرت انا حبيت ما عندك سؤال مباشر ليه هو الى تفاعل ولا فمه حاجة تحب تعلق عليها لا يتفاعل جستو ما ما نغرقوش ياسر في التفاصيل واحنا ليهمنا الشكل ويعطي الصحن وسمحلنا لانه غرقنا شوية في تفاصيل لانه في النخر بلاد الله يحكي اعجابة يعطي الصحن لا شطر ورحمة ربطة يعطي الصحن وبلوثايق كما قلت عايزي حاصل عايزي محمد عايزي محمد ثايب الراجل تفاصيل الموضوع قتلك هذيك وانا نجد انكم نقعدوا يحكيوا فيها ياسر دجا يحكيوا فيها برشا فيطار مرافعاتهم فيطار تقارير وغير احنا الانان نعلقوا على سلامة الاجرائيات مثلا يتم الاستدلال بمحظر جلسة محظر جلسة هذا مدايا معناه يصحوا لطراف الحاضرين كل بما فيهم السيد احمد الجلال جمل هل فما محظر جلسة مصحح فيه ما فميش باهي انتي باش تقولوا في حاجة يمكن قالها يمكن لا تعمل تصريح على شرف من عند يعني هذية لكله مونسين حاضر معاكم وليه حاضر معاكم فالاخر يمضي على البريون ومبعد يخرج القرار القرار اللي يصدر طيب ش نعطي بصورة برقية ملحوظات شكلية عليش خليتنا احنا اليوم نحكيه ونعاوده في نفس الحاجة وما غير ما نكونوا عنا حاجة ملموسة بداية من سماعوا هاو اليوم معناها عرفنا الحاجات هذي قرار الابتدائي قرار الابتدائي راهو كي يصدر يصدر تقول محكمة ولا لجنة ولا اي هيا تقول راهو صادر هذا القرار ابتدائيا وإلا ابتدائيا نهائيا اش معناه؟ معناها انسان كي يقرأ القرار يعرف هذا قابل الاستناف وإلا لا انا نغذر للقرار ما فيهش يقول لك قابل الطعنك هاو عليش ما تذكرش؟ باه انتي كان مشيت للكناس يقول لك لا راهو لجنة الاستناف كان مشيت لجنة الاستناف يقول لك لا هذا نهائي راهو همشي للكناس عليش هذية الحاجة لفلو عليش كل حاجة نعملوها فلو لين الناس تفقد الثيقة حتى الهيئة البيتة يعني كيف تراقب ولا محكمة ولا كناس تلقى معناها برشة مشاكل هذية تجابها لين تنجم تخطأ حتى فيه قرار فمتل حقوق نجم الضيع فيه جرة الامور الشكلية انا هذا اللي همني في الملف هذا قاطع النظر على غاب سيد احمد جمال ما غابش غياباته مبرة ولا ايه هذيك امور موضوعي اما اللي همني الامور الشكلية اللي هي معناها الابرة في الملف هذي لك صحة نقاط مهمة جدا وبعد نخذو تعليق سيد حمد تفاضل ايه هو مسألة الاختصاصة اللي هي صارت فيها الاكتفاء بيها في منطوق القرار التحكيمي هي حاجة معناها منطقية على الاخر وبيهيكي نحكيو عليها مهم انو نحكيو عليها اولا المحكمة الرياضية تثير هاته المسائل من تلقائي نفسها حتى لو كان ما تمش التطرق لها من احد طرفين نزاع وبالذات من المطعون ضده هذا بالقانون لانه القواعد الاختصاص الحكمية يتهم النظام العام الاجراء يتهم النظام العام الرياضي واللوجوء للكناز بعتباره تحكيم هو قضاء خاص الوجوء ديما اختياري ومعروفة المحكمة الرياضية ما اللي تأسد ديما قراءتها القواعد الاختصاص الحكمي تكون دائما ضيقة فما سرامة اجرائية كبيرة ما؟ يعني اذا كان ما تلقاش روحة مختصة بمختضاء شرط تحكيمي وقالها في الهيكل الرياضي المعني يقول هي مختصة مباشرة في الامر روحة يتبطه بعدم الاختصاص هذا بشكل عام ولكن في الموضوع هذا الذي نحب أن نأكد عليه هو أنه الطريف المتعون ضده نحن لأثرناها أنا ديجار في الرد الرسمي متع المدكب الجامعي على عريض الطاع كنا في الاصل بصيفة احتيارتية جدا وأثرنا مسألة الاختصاص وأنا كنائب الجامعة في الملف هذا ارتكست على فصل 25 من النظام التحكيم الرياضي وقلت في تقرير كتابي اقتصر فقط على هذه النقطة لأنه يشترط الفصل أنه تقول كان طرف متعون ضده تعطي أسباب طالبك برفض شكل برفض التعهد لعدم الاختصاص كتابة وفي الجلسة الأولى والنائب الطاعن جاءوا في تقرير تكميلي في الاختصاص فقط في الجلسة الثانية بعد ما تغير المحكم يعني اللي وصلنا له كنتيجة هو يمكن أن تثير المحكمة الرياضية من تلقائي نفسها ولكنه أثرناه نحن كتابة ومشافهة لأنه نعتبره أنه خطأ إجرائي فادح من الطاعن أنه يمشي للكناس مباشرة دون المرور باللجنة الوطنية للاستئناف هذا موقف الجامعة هما متماسكين به وموقف ذلك معتكش تعليق عليه ما نقول لك ما زالونا خمس طائر هما متماسكين كونه لجنة استئناف هي الجهة المختصة بالنسبة لنا احنا موقفنا كي نرجو احنا للقانون الأساسي للجامعة والفصل سبعة وسبعين منه في الفقرة الأخيرة الفقرة الثالثة يقول لك كونه المكتب الجامعي يصدر قرارات ابتدائية نهائية يعني ما تكون قابلة كان للطاعن أمامك ناس هذا موقفنا أنا اش قلت ومدام أصدرت عدم الاختصاص نقعة دي ما نقول راهو إذا كان بش تقول لجنة الاستئناف مختصة راهو صعيب يسر بالقانون ولكن لعله المحكمة التحكيم تحكيم الرياضي راتلي كونه بما أنه القرار هذية باش يمنع أحمد الجمل مترشح الانتخابات رات كونه نزاع انتخابي ما هوش نزاع رياضي دوك تقول لك راهو من اختصاص لجنة لجنة متاع الاتحاد الفريق بدت بالا دوك أنا ثابت على موقفي منسبة لي قتلوا الاعتبارات للكارتك وقف الجامعة ثابت اشن هو الفايسل قتلك احنا ان شاء الله يخرج هالقرار هذية باش ما نقعدوش ندروه في لابس الحلقة المفرغة اشنو ما اللي نقاتل اخرى اتح بتعلق عليهم بعجيلة معناه ما عندي برشة وقت حميتوا نقولوا في الاختصاص هو كلمسيد أحمد صحيح وتقال حتى في الطرف المقابل في الجلسة السيحازم صحيح وتقال حتى في الطرف المقابل في الجلسة هو صحيح المكتب الجامعي معناه اغلب قاربات ونهائية لكن في حاشتين كبار اولان بصيفته هيكل تنفيذي مشرف على تسير المرفق العام الرياضي في كورة اليد ولكن احنا اليوم وما نغتفوش في ذلك امام نزاع انتي ايه معناها تقديبي رياضي هنا فيما ثلاثة حالية لا 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 تقديبي لا في الكواليس نحن اكدوا اللي هو قرار تقديبي والطرف الاخر قالوا اللي هو قرار تقديبي واحنا ناقشنا قدام الكناس قرار تقديبي اثاروا مبعد انه ما يترشحش هذي كان النص السابق الوضع الجامعة ليس مسؤول عليه وليس يالي حاطته احنا عطينا القرار شنور فاش تعانى تعانى في قرار تقديبي احنا قلنا راهوا ابتدائي الدرجة وعنى ثلاثة اسانية واضح ابارالي الكناس ما تتعهدش كان بشارة تحكيمة ولا بفصل واضح قلنا راهوا مداب المكتب الجامعي انت صبك هيئة تقديبية اصلية لانه الفصل وخمسين اش يحكي يقولك ما ينجم كان المكتب الجامعي اخوص صلاحية متع تجريد نهائي اللي عضوا من اعضاء وبالتالي مفهمش هيئة اخرى ومفهمش هيئة اقبالها هي الوحيدة الثلاثة الحالات اللي حكى عليهم الاستاذ حازم معروفين هذا اللي قلت وسمحني اتفاعل عليك هذا يدخل في الكمبيتنس جوريديكسيونيال لا لا مدام قلت انت ما فهمه كان مكتب جامعي نجم يجرد عضو من عضوي هده اكسبسيونيال ما ينجم نكون اختصاص لا بالعكس اصلي ونزيد نقولك حاجة اخرى وانت ممثل على الجامع يكون في الملف هذا ولا غيره باي الفين واثناش تقريب اختصر متر بشي كمال يحكي بسرعة بسرعة الفين واثناش تقريب تعرض السيد رئيس الجامع الحالي كريم الهلالي لنفس العقوبة من مكتب الجامعي انا ذاك وتم تجريده من عضويته اتعن مباشرة امام الكناس نتصور ما اكثرش منزوز هذو وضعيات ووقتها الكناس اقارت باختصاص ماذا يتبدل من وقتها لليور لا اعرف وقتها كان بقبول استقالة من عدمه لا كانت تجريده ماذا تختلف من حالة لحالة؟ يقول لك فيها نص ابتدائي ونهائي هما الارتكل 12 من الارتكل 183 من الترتيب العام والارتكل 96 من النظام الداخلي للجامع ومبلوس دوساء راه الفصل 88 يقول عندما يذكر حالات تعهد اللجنة الوطنية الاستناف في قرارة الدفاع підتدائية الدرجة يحigation نحюсь على متخصص حتى يستثني قارات مكتب الجامعي لما تكون ابتدائية الدرجة من ان تقبل الطعن امام لجنة الوطنية للإستناف خاصة للفصل 15부 من جامعة يقول لجنة الجسرة العامية لا تكون منع قانوني صريح في نصوص الجامعة تونسية لكورة اليد وفي مقدمتها ساتشيو ومدام لا تماش شرط تحكيمي واضح يعطي تعهد مباشرة للكناس ونجمه الحكيم كان على قرار ابتداء الدرجة تقريبا راح نكملنا باش نعطي كلمة لخرة وبعد باش ننسلك سؤال أخير بالله يختصروا لي في المداخلات ودقوا بمعنية وسهلوا لي على اللخر في الوهد خاطر ما عادش عليها وقت سيحمدي عامة شوية في الأصل لا 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 نساشي أصل النزاع مهم ما شو تقول لها أنا سيحمدي هذي تسمى عقوبة تأذيبية ولا بالطب ماذا؟ في مجاز الباب تسمى عقوبة تأذيبية ولا بالطب اليوم أنا حسب ما نعرفه ونتي طوب بك اللي حكيت اللي هي معتا الجامعة في العقوبة التأذيبية ما تنبس ترجع بالتوالي لاستينافر كل شيء هكا ولا؟ لا لا في الكعب طاعة مجاز الباب عقوبة رياضية تأذيبية هذو ما واحدة من الثلاثة حالية تاليينة كنت أقول فيها وهذي ينتاع هذيك عليش؟ القرار ابتدائي ونهائي دونك ما تجري تمشي كل الكناز الهيكل الوحيد الموحد فهمتك 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 هو اللي هي الموطنين الاستينافة اللي هي منتخبة من الجلسة العامة وأعضاء همين تميروا حتى أنا تقول حبيت نفهم من كلام مكالي سيد أحمد الجمالي والمحامي متاعه وغلطه ما حقهم مش مشاولك ناس مباشرة حقهم معتا حقهم واخروا التالي ومشاولك الاستيناف بالضبط مو هيكة معتا بالضبط وذي اللي احنا سمني قدام المكتب كيكو سيدة انا اسم معلتا انا هيك هذي اللي حاسب حتى في الجلسة المواطعة أنا هذي الموقف في الموقف معلتا ونصور معتا معتا هذي بصراحة أنا تقول نعرف ولكناس المكتب الجامعي الحالي وجعلها معلتا ما عندوش مشكلة معه بالعكس أنا مش نتظل في القانون بالضبط كانت قبل تمشي الكاش بيوكسوش حكسا وفلو يا مهدي احنا عنا ثقة في هاي كل الوطنين مهدي انا مش نحكي في القانون ما نش نفهم في القانون حد شيء لكن انت رأي اليوم وين عندو يمشي سيحمد اجمال يمشي الاتحاد الفريقي ولا يمشي الهي شو بدخلوا شو بدخلوا الاتحاد الفريقي لا لا حابت نسأل انا انت رأي يمشي الاستناف الاتحاد الفريقي اختصاصه كم في الانتخابية انتخابات احنا طوى مشين للنزاع تقديبي اثاره وبعد ما يمشي تواشي حمار لا لا فبنا لي بيش ما عطا حابت نفهم وين بيش يمشي تاو السيدة داية في الحيثيات اللي بيش تقرروا المحكمة باش تقول لك وين بيش يمشي السيدة داية ورح تسألهم تسألهم هوم بحق اذا رأي من مشمولين احمد جمال انا بش هراء وشوف لحظة بش الاستاذ من حملوش مسؤولية كل شيء حمروا الكناس ونحمروا احمد جمال حمد كوي هم ثلاثة محاكمين في هيكل الرياضية وفي هيكل التقاضي الفيدرالي وفي الكناس ما هوش يمشي 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 لا 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 انا انا حابت نفهم بالحق حتى الرأي العالم مليش لا لا ندافع لحمد جمال لا غيره لكن اليوم بتقول لي انت عقوبة تأذيبية والاخرى انت مجاز الباب عقوبة تأذيبية فاش اشني الاشكال وين الفرق بنيتو انه سند التعهد ما هوش نفسه في مجاز الباب المكتب الجامعي ويقال وهذه في ثلاثة حالة استثنائية لياخذها المكتب الجامعي استثنائيا ويصدر قرار ابتدائي ونهائي بالنص احنا قرارنا معوش نهائي هذالي اللحطة اللي صاد اعطينا الاصل كمالي شنو الاصل بيش تقول لي في الاصل هو شوف كيف نحكيه على حكم مهما كان اسبابه بعدم اختصاص الحكم نجمه نقوله الاستاذ يعرف انه تجم تقول لك ناس ما دخلتش في الاصل وذي حتى صارت لي لايانا في طعن شهر قبل طعن نحن جلسة المرافعة نأكدوا عليها راهوا تمت في اكثر من ثلاث ساعات وتم الاستماع للطرفين جيدا وما عملوش كربتور متاع كيف كمان نحكينا في الشكل وفي الاختصاص قصوا علينا وعطاوا قرارهم وبعد ما نحكينا في الاصل لا راهوا الاستاذ محامي الطعن نحكيه في التفاصيل الكل الخاصة بالاصل نحن جعوبنا في التفاصيل الكل الخاصة في الاصل وعاينة المحكمة الرياضية انه غائب في اثناش الاجتماع من ستة جويلة الى الان خلافا على غيابه في كل انشطة الجامعة الاخرى وحاجة اخرى وحاجة اخرى هل هو سبب شرعي او لا هل ترى الدعوة اللي جيته شرعية او لا هل ترى اللجنة الفدرالية الثلاثية المفاوضة عندها الحق تسمعه او لا هذو من النقاط الكل جاوبنا عليهم باطناب شديد خذنا في جميع النقاط وبعض الكنصة تلقى ممتاحا وبعض الاستاذة معنى يربح القبيل لعنى ما تهربناش من الخوف في الاصل هذا اللي حبيت نوصح اجرحو لكم في المحكم في سحان الاسي محمد الهدي فوشيالي في البداية اللي هو عنده قرابة مع واحد من اعضاء الجامعين بضبط وذي خطأ وتستعرفوا به لا لا هو هل يستغير من لا لا هو التجريح يتم من المفروض في الجلسة الاولى وكتابة للكناسة هما اثاروه جلسة واستندوا على عنصر القرابة احنا جاوبنا انه ذي عنصر ذاتي ما روشي عنصر موضوعي ثم بعد اخذ ورد الاستاذ الهدي فوشيالي وذي حاجة مهمة قبل اجتماع المجلس التحكيم الرياضي ما خليش يروحوا محل نظره في التجريح قبل التخلي على المهمة والمجلس التحكيم الرياضي قابل تخليه وطالبونا بش نعينه محاكم ثاني